خلينا بقى نروح دلوقتي سريعا نتابع آخر استعدادات الأهلي لمباراة الإسماعيلي من مقر إقامة الفريق ومرسلنا العزيز محمد توفيق يا توفيق صباح الخير عليك طبعا ومنصبح لك أنا وكريم ودلوقتي كل جماهير عشر صبح في الأهلي أكيد متابعينك عايزين نعرف منك الكواليس طبعا والاستعدادات خلينا نتطمن كمان على الفريق تفضل يا توفيق صباح الخير يا نهوان صباح الخير يا كريم تحياتي لكم وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي وبرنامج عشر صبح في الأهلي في كل مكان بالفعل معاكم من هنا من محافظة الإسكندرية وبالتحديد مدينة برج العرب من داخل فندق إقامة الفريق أو القرات القانون بالنادي الأهلي يمكن أجواء ممطرة هنا وشتوية باردة جدا يمكن طوال ليلة أمس كان في أمطار على مدينة الإسكندرية ويمكن صباحا كمان دلوقتي حالا وانا بكلمك كان لسه في مطر ويمكن المطر مستمر من خلفنا في الكادر معاكم يعني إن شاء الله تكون أمطار خير وإن شاء الله تكون فائل خير على جمهوري النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي النهاردة ويقدر يحقق الفوز في مباراة الجولة التانية من المجموعة التانية للكأس رابط الأندير محترفة مباراة الأهلي والإسماعيلي ووحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية ومن مباراة القمة بغض النظر عن البطولة هي أول مرة يتم فيها هذه البطولة أنها البطولة الأولى من نوحة ولكن طبعا بغض نظر عن ترتيب النادي الإسماعيلي كمان في الدوري تبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة هامة بين فرقين كبيرين إن شاء الله نستمتع بها في الملعب النهاردة وتكلل إن شاء الله بفوز النادي الأهلي وحظ صلاة نقاط اللي يرتفع الرصيد والأربع نقاط وإن شاء الله يكون في صدارة المجموعة يعني خليني كمان يعني زي ما قلنا يمكن درجة الحالة النهاردة لا تتعدى على عشر درجات مقوية نتمنى إن شاء الله يعني مع بداية المباراة لا يمكن تأثير أرضية الملعب به هطول الأمطار منذ أمس إن شاء الله يعني ملعب برج العرب ممكن ملعب كويسة جدا هنا في مصر ويمكن بيتم تغطية الملعب نظرا في الزروف الجوية في هذا الوقت من العام في كل عام إن شاء الله يكون أرضية الملعب تساعد الفرقين على أداء مباراة كويسة بإذن الله يمكن كمان عايزين نتكلم كننادي الأهلي اختتم استعداداته أمس في ملعب مختار التجمي كان التدريب كان الظهر أمس ثم بعد كالفريق توجه بقامة مكونة من 23 اللعب زكرتها في بداية البرنامج إلى مدينة الأسكندرية ممكن أول مستر بيتسمى نساني أول مواصل كان فيه محضرة فنية لللاعبين اكتماع بهم في السبعة مساء يمكن نتكلم عن كل النقاط الفنية الخاصة بالمباراة والتكلفات التي هيكلفها لللاعبين ممكن كابتين صح وفيفس كمان شد من أذر اللاعبين وقال لهم يعني دي فرصتكم مباراة كبيرة أمام النادي الإسماعيلي عشان تعبروا عن نفسكم والنادي الأهل زي ما بقول النادي الأهل بمنحضر يمكن كمان تناول الفريق وجبة العشاء فيه تمام السابعة والنصف وبعد كده كان فيه التزام تام من جميع أفراد البعثة بالخلود للنوم والراحة فيه غرفهم يمكن اليوم النهاردة بيبتلي إن شاء الله يبقى فيه وجبة غدا الساعة 11 بإذن الله للفريق بعدها مستر بيتسو موسماني هيعمل المحاضرة الفنية للمباراة فيه تمام الساعة سنة عشر والثلث بعد كده هيكون التحرك من فندق الأقامة هنا في الوحيدة إلا عشر دقائق والمبعى يعني ملعب برج العرب لا يبقى سوى عشر دقائق من فندق الأقامة هنا القريب جدا من ملعب المباراة طبعا زي ما تكلمنا عن أهمية المباراة خاصة أنها مباراة جمهرية ما بين فرقاي الأهل والإسماعيل يمكن اللقائمة باستثناء ثلاث لعبين من الكبار لكن القائمة بالكامل من فريق الشباب بالنادي الأهل نتمنى إن شاء الله أننا تكون فرصة للجيل دو تنواع عبر عن نفسهم وكلنا ثقة فيهم وكل جميلة النادي الأهلي ثقة في ولاده إن الأهلي بما الحضر وكل ما الانتهاب التشارة الأحمر وتشارة النادي الأهلي إن شاء الله يكون قادر على تمثيله ويعني التعبير عن مكانة وقيمة النادي الأهلي وتحقيق سلاس نقاط إن شاء الله النهاردة تكون انطلاقا كبيرة جدا لهذا الجيل من اللاعبين وإن شاء الله يكملوا على الضرب وعلى طريق من سبكوهم من نجوم الأهل الأعظام إن شاء الله أنا أتمنى التوفيق للنادي الأهلي إحراس ثلاث نقاط والفوز دائما للنادي الأهلي كلمة لكم يعني أنا أضم صوتي لصوتك وأعتقد كل جماهير الأهلي بتضم صوتها لك يعني يا توفيق إن شاء الله ترجع لنا منصورين زي ما إحنا متعودين من النادي الأهلي شكرا لك جزيلا شكرا